يعني عاوز أقول كمان عشان أكون منصف أنه مش بس الخدمات المسحية اللي ابتدأت تتقارن وتشرح والعدد الكام الكبير من المسلمين اللي صاروا مسحية وعدد كبير منهم خدام عم بيتكلموا من خبرة ولكن الشيء المزهل أنه فيه جوع يعني وعطش في العالم الإسلامي لمعرفة يسوع وأنا وأنت منعرف أنه كتير ناس عم تيجي للمسيح عن طريق الأحلام عن طريق الإعلان عن طريق الرؤى عن طريق الشفاء عن طريق إخراج الأرواح الشريرة لأنه بس بقوة الرب يسوع يعني الأرواح الشريرة بتخرج وهكذا منتفاجأ وقولك أنا مسيحي إلى سنين بس بده هيك دفعة من خلال الكلمة وفيه ناس كمان بيعرفوا المسيح عن طريق أنه هما بيقروا القرآن أيها يعني أما أنا بقرأ القرآن أنا مثلا فيه آيات بتقول المرتد يقتل تمام؟ فيه آية أنا عايزة أقراها وعايزة بس أعمل تعليق بس عليها فيه فتوى بتاعت بن باز بيقول واحد بعيدته بيقوله حلبي المرتد بيقتل أنا سمعت أنه من حد أنه لا يقتل فهو رد عليه بالآية بتاعت سورة التوبة خمسة قال له إيه فإن تابوا وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخلوا سبيله إن الله غفور رحيم وقال فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله إحنا بنتكلم على القرآن غير من بدل الدينه في اقتلوه لأن ده حديث بالأحاديث واخد بالك أنا دلوقتي كواحدة متعرضة للقتل الكتاب القرآن بيقول إنه هو لا تخلوا سبيلهم إذا كانوا مش بيصلوا ولا بيقيموا الصلاة ولا يتوا الزكاة هو قال إخلي سبيلهم لو عملوا كده طيب لو ما عملوش كده ما ما تخليش سبيلهم طيب أنا دلوقتي هل ربنا محتاج ناس يساعدوه في إنه هو يجيب يعني يلم الناس إلى الإسلام يعني هو ربنا مش عارف يعمل دين ويلم ليه الناس هو بطريقته من غير محد يجبر حد إنه هو يبقى مسلم غصبا عنه يعني هذا الإله الغريب أنا بالنسباني مثلا في آية تانية بتقول إن الله لا يهدي قوم الكافرين فأنا إزاي ربنا ما بيهديش يعني أنا أقول الآيات دي ليه أنا أقول دي آيات بتيجي في عقل البني آدم الإنسان العادي اللي بيفكر إذا كان ربنا ما بيهديش الكافرين أمل مين اللي يهدي الكافرين الشيطان هو اللي هيهدي الشيطان هو اللي هيدي الكافرين المسيح في نفس الوقت بقى قال إيه قال لي يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى أنا جاي للناس دي أنا جاي للناس البعاد أي جاي للناس اللي هم إلى التوبة بل خطاء هو جاي عشان يهدي الناس البعاد عنه علشان يهديهم هو مصدر الهداية لكن الله الذي لا يهدي ده أنا هحامل بي إيه إذا كان الله لا يهدي يبقى إيه لازمته في حياتي بفقد الرجاء وبفقد كل شيء